الملاريا مرض مهدد للحياة تسببه تفايليات البلازموديوم التي تنتقل إلى البشر من خلال لضغات بعود الأنفل المصاب في إقليم شرق المتوسط عام 2018 كان هناك ما يقدر بنحو 4.9 مليون حالة ملاريا و9300 عدد تقديري لوفيات الملاريا في إقليم شرق المتوسط تعاني 6 دول من عبء كبير من الملاريا وهي أفغانستان، جيبوتي، باكستان، الصومال، السودان واليمن وهناك دولتين في الإقليم في مرحلة القضاء على الملاريا هما السعودية وإيران البلدان المتبقية في الإقليم خالية من الملاريا ولكنها تحت خطر الملاريا الوافدة الملاريا مرض يمكن الوقاية والشفاء منه من خلال الأدوية المضادة للملاريا وهي ضرورية لمكافحة هذا المرض اعتمدت جميع البلدان الموبوءة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط علاجات الأرتيميسينين المركبة لعلاج الملاريا المنجالية في إقليم شرق المتوسط تدع منظمة الصحة العالمية شبكتين من البلدان الموبوءة بالملاريا من أجل الرصد المستمر لفعالية الأدوية المضادة للملاريا وفقا لأحدث نتائج رصد فإن جميع الأدوية المضادة للملاريا في سياسات العلاج الوطنية في الإقليم فعالة تماما ولكن مقاومة الأدوية المضادة للملاريا تشكل تهديدا للجهود العالمية لمكافحة هذا المرض يجب فحص كل حالات الملاريا المشتبه بها ومعالجتها بالأدوية ذات الجودة الموصى بها في سياسة العلاج الوطني للوقاية من مقاومة الأدوية على كل مريض استكمال الدورة العلاجية كاملة من الأدوية الموصوفة المضادة للملاريا لنتحد جميعا ولنتعامل مع مضادات المايكروبات بحرص فالصحة للجميع وبالجميع اشتركوا في القناة